عيدهن ليس كعيد الاخرين شعور بالوحدة واشتياق الى دفء العائلة هو حال نزيل الدار المسنين لوهران التي تقسمنا فرحة عيد الفتر مع السلطات المحلية وممثلين عن الحركة الجمعوية بالولاية فكان تعبرهن عن هذه الفرحة فرحة الالتفات اليهن يوم العيد بهذه الطريقة تكون مبارك عيد الشعب الززائري وعلي أجلها لقبال أم جاي وشعب جزائري ودولتنا كل شيء أيضا مبارك سأعيدكم كل عام أنتم بخير أولي أحباد الشعب أولي أحباد الوطاني تاني الشرطة أولي أحبادكم تاني أولي أحبادكم أولي أطول عماركم كل عام أنتم بخير رب يستركم وعيدكم مبروك كل الجزائر كاملة تكمن أهمية هذه المبادرة في قيمتها المعنوية في إدخال البهجة على قلوبهن وتحسيسهن بأنهن غير مهمشات في المجتمع بزيارة لدار العجزة وكذلك إلى دار طفولة المسعفة وكل الذين بحاجة إلى مثل هذه الزيارات لكي نقف إلى جانبهم كانت لنا في هذه الزيارة لاحظنا خاصة هذا الجو العائلي والفارح الذي وجدناه في هذه المؤسسات حق الآباء على الأبناء في الإسلام وحكم رميهم إلى دور العجزة من أعظم الموبقات والكبائر فكيف سيكون شعور هذا الابن أو تلك الابنة وهو يشاهد ربما الآن والدته التي حرمها الدفء الأسري عفوا حرم نفسه سعادة الدنيا والآخرة